هكذا تركت الحرائق الأخيرة غابات الموصل بعد التهامها نحو 45 دونما من الأشجار لكن هذا المشهد لم يدن طويلا حتى أقبل متطوعون على تنظيف وتهيئة المساحات المحترقة تمهيدا ليعادة زراعتها بقرار صاغه الشباب وتفاعلت معه الجهة ذات العلاقة دخلنا كمتطوعين لهذا المكان حتى نهيئ التربة ونقلع الأشجار المحروقة نحن نشتغل حاليا وكمتطوعين بالرغم من حرارة الجو العالي لكن هاي شباب الموصل وهي همة شباب الموصل وهمت متطوعينها مثل ما الناس شافتنا في 2017 وشافتنا في جائحة كورونا اليوم المتطوعين يتصدون لهذا الأمر غابات الموصل المقدرة مساحتها ب700 دونم تعيش تحت تهديد مخلفات الحرب بعد أن دمرت منها أكثر من 80% فيما يعتزم الشباب والفرق التطوعية يعادتها بدعم دولي وآخر محلي قمنا كشباب مدينة الموصل بإطلاق حملة من أجل إعادة تجير الغابة وبالتعاون مع بلدية الموصل الموقع المحترق قدر ب45 دونم أي ما يقارب يحتاج إلى ألف شجرة أو أكثر سنقوم بترتيب الموقع وهتهيئته بالتعاون مع بلدية الموصل لأجل إعادة الغابة بيد واحدة شهد العالم عليها يزيل الموصليون آثار الحريق المدمر كما رفعوا من قبل آثار الحرب فيما يقدم الشباب هنا أمثلة في العمل التطوعي عبر فعاليات متنوعة لا تبدأ بتأهيل المساجد والكنائس ولا تنتهي بزراعة الأشجار ويعول المجتمع الموصلي على شباب المدينة في التصدي لجميع الأزمات لا سيما المفتعلة منها كحوادث الحريق في مشهد قد لا تجده في مكان آخر سوى نينوة التي فازت مرتين كعاصمة للعرب في العمل التطوعي من الموصل محمد سالم يو تي في